إضافة بنود جديدة على الاتفاق الإيراني الغربي المتعلق بإقحام الصواريخ الإيرانية الباليستية في شروط المفاوضات هو ما ترفضه طهران قطعياً محللون يرون أن تشبث كل طرف بشروطه قد يكون سبباً في عرقلة بصار المفاوضات الغرب والولايات المتحدة تريد تحسين شروطها وفرض أجندة جديدة وإدخال بنود جديدة على الاتفاق يشمل الاتفاق الصواريخ الإيرانية الباليستية أيضاً ولكن لا أعتقد أن هناك اتفاق سريع سيحصل بين الطرفين المفاوضات تشبه الكثير من الشكوك لذلك جالبين دخول الكيان الصهيوني على خط المفاوضات وسيناريو الفشل الذي تتمنى ومحاولته لمنع البرنامج النووي الإيراني باء بالفشل الأمر الذي زاد من مخاوف الكيان وقلقه الكيان الصهيوني إسرائيل لا تريد أي استعناف للمفاوضات ولا تريد أن تعترف الغرب بشكل كامل بحق إيران بحيازة التكنولوجيا النووية ولكن محاولات الإسرائيل كلها حتى الآن فاشلة ولا أعتقد بأنها تؤثر وإيران ماضية في طريقها بتخصيب اليورانيوم عدم توصل إيران وأمريكا والدول الأوروبية المعنية إلى نتيجة نهائية خلال الجولات الست السابقة لمفاوضات فيينا لن يكسر أمال إيران في الوصول إلى حل والحل حسب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان سيكون متاحا في حال عادة الأطراف الأخرى إلى كامل تعهداتها ورفاعة العقوبات ضد إيران اشتركوا في القناة